الديوانية ترجو النجاة ترجو النجاة بما نسيت المثل ترجو النجاة ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن سفنتها لا تجري على اليابس لا تجلي على اليابس لا تجري على اليابس يعني إذا تريد تنجي وتركب سفينة ما يشي على الأرض درار يا أبوك تسس يعني تسلم والله من أين لك هذا يا أبوك؟ والله أقعد بالليل دائمًا أدش على ألشتاين وأدش على الشيكس ما ألشتاين؟ ألبرت ألبرت ألشتاين وأدش على شيء بس اليوم اليوم عندنا واحد صراحة نعتز فيه محبة وغدرة أنا قبل هالمرة طبعا ما بيتكلم عنه ما هو راح يتكلم يعني إيش حقا أنا أصول فايد أنا دائمًا أقول حق الناس اللي سبحان الله اللي من يتشون للسيديو دائمًا إحنا نبتسم ونقول يا حظنا فيهم اليوم هاقنا أتكلم عن السيد خالد محمد بن سبت مدير العام لجمعية الصداق الكويتية الإنسانية مساك الله بالخير وحياك الله بالدوانية مساك الله بالنور يا حلبي أجوانة مثل من شايف لا أجوانك محلوة تجري سفنهم سفينة مكميل إن شاء الله ما تغرق يا رب إن شاء الله مكميل ماشي يالله يخل يالله عبده نحنا قاعد نتكلم عن الجمعية الصداق الكويتية الإنسانية الكثير يعني ودهم يعرفون أكثر عن الجمعية هذه متة من شاهب في آرة واحد من ناس صراحة يعني أتمنى آخر المعلومات هذه عن الجمعية طبعا جمعية الصداق الكويتية الإنسانية جميل صحيح جميل صحيح سواء من كويتيين أو مقيمين من الشخص اللي محتاج يقدر يقدم عندنا بالجمعية ونشوف شلي نقدر نساعده فهذي نبضى عن شلون تأسسة الجمعية كوكم الله يعني يمكن إحنا قاعد نقول فترة كصيرة وعمر كصير ويمكن بعد الكورونا مثل ما أنت قلت الكورونا وقفت وايد أمور أكيد والجميل والأحلل إنهم إن شاء الله تقول حين ضاجعين بقوة ومرة ثانية القائمين على الجمعية من هو هم؟ القائمين على الجمعية مثل ما قلت لك هم نخبر من الكويتيين يعني أساس تأسيس الجمعية كان بفكرة من أحد الكتاب المشهورين بالكويت إنه يبي يساعد طفلة كانت محتاجة مساعدة شلون توصلها الفلوس هذي؟ شلون توصلها مساعدة بدون لا يكون فيه أي استقباعات أو إن الفلوس تنصرف على شيء مو للهدف اللي هو كان يبيه فهني يتقدموا مجموعة قالوا ليش محنا نأسس الجمعية؟ دم هذا هدفنا نأسس الجمعية ونمشي على كريتيريا معينة أهمها إن إحنا ما نستقطع أي نسبة من التبرعات الدينار اللي ديش دينار يطلع تبارك الرحيم الشخص متبرع لهدف معين يوصل للهدف كامل مبلغ التبرع بدون أي استقطاعات الله يكثر من أمثالكم يلعم ويعطيكم ألف عافيانهم عندي سؤال هل فيه أهداف معينة متوجه لها الجمعية؟ طبعا إحنا أهدافنا موجهة بالدرجة الأولى إلى العلاج والتعليم هذا يعني هدفين أساسيين عندنا الصحة والتعليم وأكثر مساعداتنا تروح لها الموت يعني هذا نتكلم إن قلنا التعليم فأنت قاعد تخرج جيل متعلم بالكويت بدل ما يكون جيل عالي على المجتمع بنفس الوقت العلاج طبعا نوصل لمراحل إن العلاج هذا يعني الشخص بين الحياة والموت صحي يعني من حملاتنا الأساسية إحنا قاعد نتكلم عنها إذا العلاج عندنا مثلا مشروع موساعدة مرضى الفشل الكلوي اللي وتوفير جلسات قس الكلة سويناها السنة الماضية من خلال برنامجكم واشكركم على إننا سويناها من خلال برنامجكم هذا أقل شيء والله أقل شيء كان هدفنا في ذاك الوقت إننا نوصل إلى مساعدة ألف محتاجة أو توفير ألف جلسة قس الكلة والحمد لله وصلنا وتعديناها تبارك الرحمن نحن هدفنا إننا نوصل إلى أكثر من شريء من خلال برنامجكم يتصلون علينا في حال احتياجهم للأتال هكذا السفر نوفرها لهم ونسفر اللي موجرين قاعدين نصار لهم فترة داخل السجن الإبعاد نعطيهم تباكرهم ويتوكنوا على الله يروحون ديرهم نساعد أيضا السجون نكرم حتى قدام المقيمين اللي موجودين بالكويت اللي صار لأكثر من 50 سنة خدمة الكويت يستاهلنا هذا ينكرمه طبعا هذه مشاريعنا يعني موجودة ومعتمدة من قبل وزارة الشيون فماشينا عليها من يوم ما تأسست الجمعية والله أنا شوف عن تجربة فخر والله فخر والله عن تجربة الأمانة يعني واحد طبعا هو من غير كويتي وقال لي ترى عندي مشكلة في الدراسة وعندي مشكلة فكلمت لخالد من السبت وما قصر معه بأي شيء يعني الأمانة هذه عن تجربة الأمانة يعني دفعوا لكل فلوسة نشكركم يعني صراحة هذا واجبنا طبعا يعني في عندنا شروط لازم يستوفيها الشخص أن يكون محسر يعني لازم تثبت لي أنك أنت محسر يعني أرطب مننا بعض الأمور اللي هي مثل الكشف حساب بنكي شهادة راتب أي التزامات موجودة عليه عشان تعرف إنه هو صاد يستحق ولا لا يستحق لأن فينا سواء تستحق يعني لا ناخد منهم ونعطي شخص غير مستحق فلازم الأمور هذي تكون فيها الشفافية فيها وضوح علشان نوصل للشخص المحسر ونساعده يعني أول شيء الله يحفظكم يكثر من أنثالكم أنا 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 استمتعت أنا قاعد أبتسم أقول الله يعني شي جميل واحد إنه اليوم يحاول يساعد كثير ما يقدر وشوف التنويع اللي قاعد يصير بس الحين أكيد في ناس ويدها تقول شون أقدر تواصل معاكم يمكن إنه اللي قاعد تقولونا شيء جميل بس أنا أبي عرف شون أقدر أوصلكم تواصل معنا سهل تقدر تدش على الويب سايت مالنا موجود فيه سواء تبي تتبرع أو تبي تطلب مساعدة موجود على الويب سايت أو تقدر عن طريق الواتساب التلفوناتنا اللي هي الـ 25640151 أو 90056080 هذول التلفونات اللي دعنا عندنا في الجمعية ويبدون يخدمون أي واحد مجرد الاتصال فيها اللي قاعد يشوفنا حاليا الأرقام موجودة نذكركم الأرقام 25640151 وفيه 956080 والعملية جداً سهلة وبسيطة حتى عن طريق الويب سايت الواحد يقدر إذا حاب أنك أنت تسوي عمل خير وتتبرع أو أنك أنت تقدم على الطلب وأنه ممكن يتم النظر فيه طريقة التبرع جداً سهلة عندنا يعني تقدر عن طريق الموقع مالنا أنك تدش مجرد راح تشوف تبرع تضغط عليها يدششك على اللينك أو الطريقة التبرع اللي أنت تحبها أو تقدر تتصل نعطيك لينك تقدر تقول لنا خليه المندوب يوصلك لي عندك فالتبرع عندنا جداً سهل ومخلينا بطريقة بسيطة جداً ماذا تميزكم عن الجمعيات الخيرية الثانية؟ إحنا طبعاً ونعم في كل الجمعيات لكن إحنا نتميز أن إحنا أول جمعية اللي ما تستقطع أي نسبة من التبرعات يمكن فترة الأخيرة أسسوا جمعية ثانية عن طريق الشيخ عثمان الخميس بال2019 ومشوا على نس من والنا أن هذه الجمعية أيضاً الثانية اللي ما تستقطع أي نسبة من التبرعات اللي تتبرع فيه على طوره؟ يروح للشخص فهذه أحد الشغلات المثال اللي التميز نعم الشغلة الثانية إحنا كل مساعداتنا داخل الكويت جميل ماكو شي برا يعني مثل ما نقول دهنم مكبت دهنم مكبت اللي يحتاج شي داخل الكويت يتقدم لنا مساعدات برا الكويت ما ندش فيها الشغلة الثالثة أنه عندنا مجلس إدارة يمكن قد يكون الوحيد أنه لا يتقاضى أي مكافأات لا يتقاضون رواتب بل أن أعظام مجلس إدارة هم من أكبر المتبرعين للجمعية من اللحم الحي يمكن واحد يقول أن شون مصاريفكم؟ شون تقطون مصاريفكم؟ نقطيها من مجلس إدارة وهم اللي قاعد يقومون بكل مصاريفنا احنا على كل مساعداتنا اللي قاعد نسويها وممكن تكلم عنها أبو كاميل يعني مثلا لما نتكلم على عدد الطلبة اللي ساعدناهم احنا ساعدنا فوق ال 690 طالب ساعدنا دفعنا أقصاد الدراسية النية حق المرضى يعني 158 مريض قطينا فيهم 1068 جلسة قسل كده ما شاء الله ما شاء الله النية على مثلا السلال القذائية اللي نوزعها على المحتاجين تقريبا 780 أسرة استفادت ما شاء الله فهذه كلها من فلوس المتبرعين ومن حقا أن يعرف فلوسه وين راحت يعني الشغلة اللي اتميزنا أيضا احنا عندنا الشفافية كاملة في كل شيء يعني حتى لما الشخص يتبرع بمبلغ معين يبي يعرف وين فلوسه راحت أنا سوي لك كش كامل أعطيه إياه وأقول له هذي فلوسك راحت لكل الأفراد أو الأشخاص اللي مذكرون بالكش مع رقم تيلفوناتهم اتصل عليهم وتأكد وحصلت 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 احد المتبرعات عندنا يعني أنا فاجأتني واستانس أنه قالت مرة كانت قاعدة فاضية وشافت من ضمن لوراق الكش اللي أنا دازلها فتشيري حطت عيبها على رغم معين اتصلت عليه قالت لساعدوك قال لهم نعم ساعدوني قالت لك شيم قال المبلغ هالكثر نفس المبلغ اللي موجود عندها بالكش اللي أتصلت عليه تقول لي يعني أنا عرفكم بس يعني كنت فاضية حبيت أتشيك صح بدأ على الفضول وطلع كلامكم صح الله يحفظ هذي اللي يتصلون تليفوني يقول معاك ماذا شنو الرحمة يعني اسماء وايد يقول تعال تبرع هذا شنو هذل شركات يعني كاميري وايد ناس يعني أنت بتتسوي الخير والعمل الخير جميل وإحنا أهل خير يعني بالكويت معروف لا يعني نتبرع يعني غانونيا شوف يعني فيها ماكن يفضل أنك أنت تروح تراجع لماكن الموثوق فيها واليوم إحنا قانا نتكلم عن يعني أفضل مثال يعني اليوم جمعية الصداقة الكويتي الإنسانية قال يقول لك المبلغ اللي أنت تدفعه يروح دائرك للإنسان اللي يحتاج لمساعده ويعرف كم دفع تبين تتأكد أو حتقدر تتأكد والجمعيات ترى كلها تقدر تأكد منها جمعيات مشهرة من قبل وزارة الشيون صحيح فإذا جمعية مو مشهرة من وزارة الشيون لا تروح لها بس مادية نتأخذون فلوس يعني ما نتأخذون شي صان لا لا إحنا بس مادية يعني التبرعات مادية ما نأخذ شي كاش ما نقبل أي تبرعات نقدية التبرعات لازم تصير بالأطر القانونية سواء تحوي البنكي ولا شيك أو يعني الأطر السليمة للكل ما شاء وما شاء الله في واي جوانب ساعدتوا الناس فيها من حيث نقول صحة ولا تعليم هل فيها الفترة هذه في تركيز على شي معين تحاولون؟ الفترة هذه إحنا عندنا دايما في شهر ثلاثة بدأناها السنة الماضية ومستمرين فيها في شهر ثلاثة إحنا عندنا حملة مساعدة مرضى الفشل الكلوي فهذول نساعدهم في توفير جلسات قسل الكلية مرضى فشل الكلوي يعني متى ما دش الشخص في مرحلة قسل الكلة خلاص يعني الآن يا أنه يحصل له متبرع لكلة وهذه صعبة جداً أو أنه يستمر بقسل الكلة والله يساعدهم والله يساعدهم وشافك المريض يا اللهم آمين نذكر معنا السيد خالد محمد بن سبت المدير العام لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية وإحنا اليوم تكلمنا مواضيع صراحة وإحنا مقبلين على شهر الخير شهر الفضيل شهر مضائي ويعني الحل واحد أن يسوي خير صراحة والعملية أنا أنا مستنسى العملية بسيطة أن في حالة أدخل الويب سايت حاب أن أتبرع أو أن أشوف الموضوع الأرقام نذكركم على 25640151 وتسعمية 56080 الأرقام موجود الذي يشوفنا حالياً بالشاشة الويب سايت أظن www.khf-kwt.com اللي حاب أن يتبرع ويشوف أنا أنا بعد بسهلها مثل ما سوين اللقاء العائلة السنة ماضية اللي يبي تبرع هذا التبرع أنا بأعطيكم خط الخاص الله عليك 452323 للبيع؟ يبي شريع عشان تبرعاته أسهل لأي شخص حاب أن يتبرع ويساهم في المساعدة هذا خط الخاص أنا أرد عليك مرة ثانية الرقم أستاذ 452323 3-2-3 بس إن شاء الله تكون وصلت حق كل محتاج يسمعه ويعرف أحد محتاج يواصل الله هذه المعلومة جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية أكيد أنها ما راح تقصر في شكلة ثانية قد يتساءل الشخص إذا مثلا في يعني إحنا ذكرنا أن نحنا نساعد الكل لكن في ناس يقول لك أنا هذي مثلا فلوس زكاة فلوس الزكاة عندنا لها معاملة ثانية لما تعطيني مبلغ أو تبرع بمبلغ وتقول لي هذا الزكاة أنا هني لا أفتح لك فايل خاص فيك وأقول لك مصاريف أو الفلوس هذه راحت للمساعدات العدد كذا تلفوناتهم أسماءهم حسب الأطر اللي تصرف فيها أموال الزكاة جميل فلا هذه لها معاملة خاصة الصداقة تجوز للمسلم وغير المسلم لكن الزكاة لازم لها بنت خاص وتصرف حسب الأطر الشرعية اللي تمشي عليها عشان قانونيا أفضل يعني ما أحد يشك لا 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 طبعا أنا عندي ناس من أهلي من أهلي لما يقولوا لي هذي فلوس زكاة أقولوا موكي فلوس زكاة زين قلتوا لنا فلوس زكاة الآن راح أدزلكم كشف بعد ما يتم صرف المبالغ هذي بالأسماء اللي راحت وتلفوناتهم أرغانهم المدنية تشكوا عنهم تحنا عندنا الشفافية الأقصد يا رجل الحمد الله والله الله يجزاكم ألف خير الوحدي ستالس لما يلقى تشدي يعني شفافية كل هذا أنتو تقولوا مجلس إدارة ما يتغاضى ولكن أنا متأكد أن ميزان أعمالكم عند الله شي كبير يعطيكم ألف عافية وهل في أي في رسالة والدكات والله يعني شوف نحن الحين يمكن أعقب على نفس الشي لما اتفضلت على موضوع مجلس إدارة ترى إحنا على كل الشغل اللي قاعد نسوي والأماكن اللي قاعد نوصلها هو المساعدات ومئات الأشخاص اللي نساعدهم ترى إحنا الموظفين تنبس أربعة يوه شو الله أربعة موظفين بما فيهم أنا يعني أنت الرابع أنا الرابع يعني شغل مهور لما أقول لك إنه والله مجلس إدارة أو يعني اللي قاعدين على الجمعية أهم اللي قاعدين يغطون المصاريف الإدارية لأن إحنا عددنا محدود جداً ونحاول ننقلي مثل ما أهو لأننا ما نبين أصرف أكثر صحاً تساعدوا الناس أكثر في النهاية إحنا المساعدات اللي قاعدين إنا قاعد تطلع كلها يعني ما عندنا شيء يوصل عندنا شغلة يمكن سويناها السنة هذه اللي هي إذا كلكم تذكرون سمو رئيس مجل الوزراء لما طلعوا قال للمجتمع المدني أن يحطي دبيد الجهات الحكومية ويحاول نحوك معه صحيح نحن يمكن الوحيدين اللي سويناها رح نطقينا البيبان عليهم وصلنا لي التعليم الخاص لمدارس اللي هي الدول احتجاجات خاصة جحزنا لهم فصول دراسية قولوا فعل في مدينة صباح العمد جميل جحزنا لهم سكن طلاب ما شاء الله اللي في حوالي هذور كلهم من الدول احتجاجات الخاصة ووقفنا لما شفنا أن الموضوع يعني يحتاجينها شيء ووقفنا معهم وسوينا لهم هذه طبعا كانت بتبرع من شخص أنه لما عرف بالموضوع قال هذا تبرع مني في ميزان عمالي يا رب إن شاء الله فهذه راحت على طول هذا تبرعي كان وهو يبينا يروح للجهة هذه فرح لهم قواكم الله ويزاكم الله ألف خير الله صلى الله يعني يعني في مواضيع ساعة الواحد يسمعها يبتسم ولكن الموضوع هذا يقول الحمد لله الدنيا لحد الحين بخير والله فخر يمكن رسالة واحدة أبي أوصلها أنا دايماً أقول حق المتبرع إحنا يعني جماعتنا والحمد لله أهل خير ونعمة ويحبون أن يساعدون لكن أنا دايماً أقول لا تمشي على المثل اللي هي حطها برأس عالم وطلع سالم تحقق من فلوسك وين راحت وائد ناس لما يقول أنا بس طلعت زكاتي طلعت صدقتي وعاد كيفهم أنا بالنسبة لي بريت ذمتي طيب لكن أنا أقول أخذ الخطوة اللي بعدها تشيك على فلوسك وين راحت اسأل تحقق أنت لما تيني تسألني أقول لك حاضر هذا كيش كل اللي نصرف عليه من فلوسك أوين راح تروح وتقدر تشيك عليها لكن يعني أنك بس تحط فلوسك ما تعدل وين راحت يعني فيه جهات قاعد تسوي أو تسوي للتعليم أو دعم طلبة خارج الكويت أخي اللي بالكويت ترى أولى عندنا مئات عندنا آلاف محتاجة يعني أننا ساعدونا بالتعليم وهذا شيء أساسي طلع جيل عدل بالكويت يخدمك بدل ما الجيل يمشي بالشوارع عسى يا رب إن شاء الله أن تقدرون تغطون كل إنسان وإن شاء الله ما أحد نشوفها محتاج يا رب عسىكم على القوة وفي ميزان أعمالكم يا رب أنا جدا سعيد اليوم بتواجد السيد خالد محمد بن سبت المدير العام لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية شكرا على وجودك وإن شاء الله يا رب دائما أي شيء تحتاجه من صوب نحن مرينا دائما وياكم الله يسألكم أدري فيكم والله قولوا فعل وقواكم الله الله يسألكم المرة الثانية نرد نكررها على الناس حقل يبون يعرفون ويتواصلون مع جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية أثنين خمسة ستة أربعة سفر واحد خمسة واحد أو تسعة سفر سفر خمسة سفر ثمانية سفر أو رقمك الخاص حق المساهمة والتبرع هذا رقم الأستاذ خالد محمد بن شبت الخاص أربعة خمسة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة قواكم الله والله يسألكم مشكورين وما قسرت يا هلو حياك